عنا رسالة تقول أنا كنت بحب لكن يشاء القدر والنصيب أن يفرقنا بسبب سوء التفاهم لكن يا شيخ أنا أحبها وأريد أن نعود لبعضنا من جديد ماذا أفعل؟ أتمنى تجيبني صارحة أنا اعتبرني أخوك ضع وسيم يوسف على جن حطه بالرف الثاني رف رفين ثلاث أربعة حط وسيم بالرف الرابع اتفقنا؟ اعتبرني أخوك الزواج بمن تحب تأتي فرصة مرة واحدة في العمر لا تضيعها لا تضيع من تحب خذ هذه من قلب أخيك لا تضيع من تحب قال الشاعر قلّف فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي وقال أحدهم أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالية أراني إذا صليت ويممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بيشراك غير أن حبها كعود الشجاء أعيى الطبيب المداوية أحب من الأسماء ما وافق اسمها وشابهه أو كان منه مدانية الحب لا تضيع من تحب فإذا أنت أحببت فتاة صار أو قدر الله خلاف ترقتم هي بعدما تزوجت وإنت بعدك تحبها أرجع تدري ليه؟ لأنك لو ما تزوجتها لن تكتفي بنساء الأرض ولن تشبع بنساء الأرض وسترى أن كل أنوثة حصرت بهذه الفتاة وسترى أن السعادة لن تنى للسعادة من أي إمرأة إلا بهذه الفتاة وستبقى تتحسر على كل ثانية أبعت بهذه الفتاة حتى لو شاب شعرك وانحنى ظهرك فأنا نصيحتي إليك الآن كشاب انسى وسيم انسى كشاب اذهب وأرجعها وإلا ستبقى غصة وحسرة إلى يوم القيامة في قلبك نصيحة أخي عادو أنت حر نعم شكرا